نسائل نور معيكم دكتورة رانيا السيد عبدالعليم دكتورة واستشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم ونقول عليه موضوع حساس شوية بس هو مشكلة مرضية أو عرضة بتسبب مشاكل كتير موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الضعف الجنسي للرجال ايه هو الضعف الجنسي للرجال؟ هو عبارة عن ضعف الانتصاب فيؤدي اما عدم حدوث علاقة زوجية او يحصل ضعف في الانتصاب اثناء العلاقة الزوجية ده بنسميه ضعف جنسي ايه هي اسبابه الشائعة؟ اسبابه الشائعة طبعا من اكتر الناس المعرضين يجي لهم مرض الضعف الجنسي او مشكلة بلاش نسميها مرض لو قلنا مشكلة الضعف الجنسي اكتر الناس المعرضين لكده طبعا هيبقى في المقام الاول مرضى السكر وهنشرح ليه بعد كده مرضى السكر هما اكتر شريحة بتبقى معرضة لكده الناس اللي هما الهابي سموكر اللي هما بيدخنوا بس بيدخنوا كتير جدا مدمني المخدرات والقهليات وخلينا نتكلم في حتة المخدرات انه المفهوم الشائعة الترومدول والحشيش والحاجات دي بتزاود القدرة الجنسية كل الكلام ده مش مظبوط طبعا من ضمن الاسباب طبعا القلق والاكتئاب والتوتر grader ممكن يسبب نوع من انواع الضعف الجنسي مشاكل البروستاتا ممكن تسبب ضعف جنسي مشاكل القلب والشرائين ويتصلب الشرائين ممكن يسبب ضعف جنسي الناس اللي عندهم الكوليسترول والليبت بروفايل بتاعهم عالي ده ممكن يسبب ضعف جنسي التقدم في السن سبب من اسباب الضعف الجنسي الحاجة الثالثة ازاي بيحصل الانتصاب الطبيعي ليه بنشرح هيحصل ليه الانتصاب الطبيعي علشان نفهم انه العلاج اللي احنا مقدمينه علاج عالمي ومعتمد على طريقة ازاي ده بيحصل ازاي انتصاب طبيعي عندنا مادة اسمها نايتريك اوكسايد دي بتفرز نايتريك اوكسايد دي مادة بتزود الدورة دمائي خلاص دي بتفرز من حاجة اسمها نون ادرينارجيك نون كولينارجيك نيرونز. نيرونز دولة يعني خلايا عصبية. يبقى اذا الانتصاب الطبيعي يتطلب مني حاجتين اللي هما حاجة اسمها نيورو فاسكورير ميكانيزم. يعني ايه نيورو فاسكورير ميكانيزم? يعني اعصاب كويسة ودورة دموية كويسة. لو انا عندي الحاجتين دولة كويسين معناها ان انا عندي انتصاب كويس ومش هيبقى عندي مشكلة. وجود خلل في مشكلة من الاتنين بقى بيعملي مشكلة. طيب الحاجة التانية. ايه اللي بيحصل? النايتروك اوكسايد ده لما بيفرز بيزود الابتيك بتاع الكالسيوم. بيفضل يدخل كالسيوم كتير جوه الجشاء الخلوي بتاع الخلية لحد ما يحصلها تتشبع والاستكتاب بتاعها يزيد جدا. فيبدأ يزهر مادة ونركز من اول هنا لان العلاج بتاعنا هيبقى متوقف على ده. اسمها الكالسيوم تشانل بلوكر. يعني ايه? كالسيوم تشانل بلوكر. آآ الكالسيوم تشانل آآ بلوكر دي آآ آآ دي بتعمل ايه? بتعمل تمدد في جدار الوعاء الدموي. فيبدأ يزيد حجم الوعاء الدموي. وبيتقل يزيد الدورة الدموية اللي ده خلاله. ليه? شرحنا الحتة دي عشان نقول لكم ان العلاج اللي احنا بنقدمه هنعمل ايه? احنا هنحقل مادة الكالسيوم تشانل بلوكر عن طريق احنا قلنا ان الشغل كله في العملية الانتصاب دي محتاجة استكتاب آيوني للخلية عن طريق جهاز اسمه الايونتوفوريزز ده جهاز امريكي اللي هو العلاج بالاستكتاب الآيوني. بندخل بنفس الطريقة الكالسيوم تشانل بلوكر. آآ بنحقن مادة الكالسيوم تشانل بلوكر مع مادة مضادة للالتهاب عشان لو فيه التهاب بالعصف. بنحقن في الجهاز ده العضو الزكري او الشرايين الخاصة بمعنى اصح بالعضو الزكري. ومن هنا فعلا بيزيد الانتصاب وبتتحل المشكلة تميما. وبنعمل حاجة من الحاجات في بعض الحالات بنحتاج نعملها. حاجة اسمها شوك ويب. آآ موجات تصدومية بنعمل فيها ايه? بنحطم الاوعية الدموية. بنقسر الاوعية الدموية الخلاصة اللي بايزة. زي مثلا في مرضى السكر والاوعية دي بوزر. وبيحصل ليه بيعمل ان يحصل يعني اوعية دموية جديدة. وفيه جهاز امريكي تاني بيطلع موجات. الموجات دي لها طول موجي معين بتفرز مادة النايترق اوكسايد اللي احنا شرحناها. فبالتالي احنا كده نبقى حلينا كل المشاكل. فوضل العصب بندخل عليه العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي. والعلاج بالمجال الضوئي. فكده بنكون دمنا انه حصل آآ يعني انتصاب كويس جدا. آآ ويكون آآ ان شاء الله كل ما بدأنا علاج بدري. آآ يعني الموضوع بيحتاج من اربع لست جلسات. آآ مريض السكر آآ بيحتاج طبعا اكتر على اقل 12 دلسة. آآ والمشكلة بتنتهي كل ما بدأنا بدري آآ 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 آخر حاجة قبل ما نختم الحلقة سؤال مهم ما عايز اختم به. هل الادوية المنشطة جنسيا بتحسن مشكلة الانتصاب مشكلة. الادوية المنشطة جنسية ان هي ما بتعملش فوضايلاتيشن ما ما بتعملش اتساع في الاوعية الدموية لكل المكان بس بتاع العضو الزاكريتي بتعمل لكل الشرايين بتاعت الجسم. فممكن تعمل لشرايين القلب شرايين المخ. مش كده نسمع كتير وحتى في التلفزيون وفي المسلسلات يقولك آآ ده خد الدوة بتاع الفياجرة وتوفى ده خد مش عارفة دوة ايه وتوفى آآ المنشطات الجنسية لان هو عمل اتساع في كل الاوعية الدموية. ميزة العلاج اللي احنا بنقدمه ان احنا بنشتغلش على الاوعية الدموية اللي خاصة بالعضو الزاكري. فاآآ فدي ده عيب من من عيوب الادوية دي واستخدامها المتكرر آآ والخاطق من غير ما نكون محتاجين ليها او آآ حتى لو احنا محتاجين وما تعالجناش بقى بالطريقة دي اللي بيحصل مع الوقت ونسل عندها ستين سنة هتلاقيهم في معظمهم ان هما كانوا بياخدوا في جرى كتير كانوا عندهم ياما تضخم في البروسكاتا ياما اورام حميدة ياما اورام خبيثة. وللاسف في ناس كتير بنضطر حتى لو ورام حميد او تضخم نحنا آآ يعملوا عملية استقصال البروسكاتا واللي بدخلنا في مشاكل كتيرة ابسطها السلس البولي آآ لانه بيعمل انسدات في مقرى البول وده ممكن يعمل تسامن في الجسم ويعمل مشاكل كبيرة جدا. فكل ما بدأنا العلاج بالطرق الحديثة دي مبكرا سواء كنا شباب صغيرين او كنا ناس كبار او عندنا امراض كل ما كانت النتائج بتاعتنا هتكون افضل ان شاء الله. يارب نكون استفادنا من حلقة النهاردة واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله مع دكتورة راني.